موسيقى انترفيو صوت لبنان منحييكن مشاهدينا ومستمعينا بهالحلقة الجديدة معرض فني استثنائي ليش استثنائي شوفي لحتى شو المقومات ليكون استثنائي هالمعرض رح نعرف تفاصيل اكتر مع ضيفتي سارة سرجينكو فنانة تشكيلية ومنظمة المعرض اهلا وسهلا فيك سارة خريف لبنان كيف بتشوفيه؟ خريف لبنان شوفه ألوان ألوان ولهيك حبيت سمي المعرض فولنك فور أرت هو عنده معانتين فولنك فور أرت يعني انت بتنغرم بالأرت وفولنك فور أرت انه خريف بالأرت اتنائي نتون بيفرجوا الألوان بالفن يعني رح نشوف بهالمعرض لوحات بتحكي عن بتجسد خريف لبنان صح وكل حدا كل رسام أو رسامي من رؤيته من نظرته لخريف لبنان مية بالمية وعطينا وقت شهرين للفنانين تيشتغلوا شغل جديد أو إذا عندهم شي عن الخريف لبنان ينازلوا بهيدا المعرض طيب انت سارة عنديك سلسلة معارض من الزمتية منها موسمية لتكون خريف وشطة أو ربيع أو صايف لا وانما بكل الأوقات وفيك سافة كمان بتنظيم المعارض بس انه الفكرة انه يكون عن خريف لبنان كيف طلعت هالفكرة؟ صراحة انا لما كنت بهيدا المحال كتير حبيت انه هيدا شي لبناني اوتانتك ايا محال كولتشيرل سنتر سامي مكارم عيتيت عيتيت يس وهيدا محال لبناني بالامتياز عنده رمزيتو عنده رمزيتو وحبيت انه نحنا عم نعملوا بأول الخريف سو جمعنا هيدا اتنين مع بعض وطلع هيدا الاسم فولنك فور ارت كيف انت هيك مغرومة بالفن لحتى تكون هالادعم بتنظم معارض بوقت في كتير فنانين ومنعرف بدي قدرات كامنا كان لوجستية او كان مادية لحتى يكون فيه هالاد كثافة بتنظيم المعارض يعني من اسبوع كنت بجبال الابلة سيمبوزيوم والابلة والابلة شو المقاومات يعني اللي بتكون موجودة ما بعرف حسيت انه عندي هيدا الدرايف جواتي اللي بدو ينظم ويعطي للفنانين المنصطة يقدروا يقووا حالهم يفرجوا حالهم للعالم ومع ظروف لبنان حبيت انه نحنا نفرج صورة لبنان بغير طريقة مش نحنا الحرب والدمار وكل شي نحنا كمان الفن والحضارة الفنانين التشكيليين اليوم مش اخدين حقهم؟ عم نحاول بهالظروف الصعبة عم تحاولي من خلال تنظيم هالمعارض انه تفرجي اسماء كتير من فنانين تشكيليين وصار في عندن ثقة يعني هلأ صارو نحنا على القفيش خمسين هلأ عم تقليلي انه صارو اكتر من ستة وستين مشاركين بمعرض عيتات مية بالمية ما قدرنا كنت بدي سكر على الخمسين بس هلأ مطارة سكر على السبعين لان عن جد العدد عم بيكبر والناس عم بيدقولي عم بيطلبوا بس مطرح ما فيني حطهم فوق بعض لهيك مثل ما قلتلك قبل انه بدي نكست معارض اعملهم بمطرح اكبر لان في كتير ناس ليش ليش الفنانين التشكيليون يوم عم بيتهافتوا انه يكونوا عم بيشاركوا بمعارض علما انه في معارض يعني بتستوعب عشرين ثلاثين ماكسيموم ليش لأن نحنا كفنانين ما وقفنا نرسم ما وقفنا نعطي وهي دول الرسمات حرام يضلوا بالبيوت ما حدا عم بيشوفهم وبعدين كفنان انت اليوم بتفكر انه الحياة عم بيستمر نحنا ما رح نوقف نعيش من ورا الاحداث اللي عم بيصير حولينا وعم نحس انه الناس اكتر واكتر بدهم يشوفوا شي حلو غير انه يشوفوا اللي عم بيصير ببلدنا عم نشوف الشغف بين الناس مشاركين والمشاهدين ولهاك عم ننزل على الارض نفرجيهم اعمالنا نفرجيهم من خلال اعمالنا انه قدي الحياة حلوة وفينا نشوف الحلو بها الحياة بس انتو مش عم بتصارعوا يعني في صراع كأنه ما هو الفنان التشكيلي كمان مثل اي حدا بها البلد تأثر بكل شي ظروف اللي عم نعيشها انتو مش عايشين صراع انه انا بدي فرج شي حلو بدي ارسم وبدى مود الرسم ولا لا؟ بلا بدي امود عن جد بس من تاني ميلي انت اليوم فيك تضلك ديبريست ودلك قاعد ما عم تعمل شي وفيك تاخد هالريشة وطلع جويتك شو فيه على هاللوحة ومن خلالها تعيش لحظات حلوة لانه مثل ما عم بيفرج حتى الطب انه اليوم الرسم بيساعد الانسان يرتاح نفسيا ترابي علاج صح وحتى كتير صارت هالا art therapy sessions سو بالعكس نحنا بلوحاتنا بفننا عم نفرج الانسان انه انت اليوم فيك تلاقي منفس للمشاكل طبعاك غير انه تقعد وتنق وتعيش هال يعني هو رح يكون علاج لتنين للفنان التشكيلي وللا اللي رح يكونوا عم يحضروا ويشوفوا هالمعرض كيف رح يشوفو هال اكتر من ستين ورح توصل الى السبعين خريف لبنان يعني رح يشوفوه حلو رح يرسموه حلو او رح يرسموه بطريقة ممكن سودوية او لا مش مسموح يكون خريف لبنان هيك الوين حزينة صراحة انا ما قلتلهم شو لازم يرسموه بس لان انا شفت الرسمات لانه قبل بعطولي الرسمات وعم بيبعطولي كل الرسمات كتير حلوين كتير قلوين فرحة ما فيك ولا صواد ولا واحد بالمية ايه وبتشوفي انه كأنه ما عم بيصير شي حولينا وعن جد هيدا حلو انه نحنا مش انه نسكر عيوننا على المشاكل بس انه ما نكون فوكست على هيدا الشي ادائلك عم بتحضر هيدا المعرض بالتحديد صرنا شهرين عم نحضر المعرض واليوم بمشاركة سبعين رسام ورسامة قلتي او عنوانتي معرض فني استثنائي بشو استثنائي هالمعرض اول شي فيه بروغرام خصوصي للفنانين هيدا متل بونس يسألون انو عم بشيركو بدون يعملوا تور بهيدا المحال عندون لانش بريك وعندون بطير اساسي تقديمات للمشاركين وفيه كمان للمشاهدين يلي بدون يجو فيه ميوزيك كل الوقت ميوزيك يلي بدون يكون فيه دودوك ساكسافون وبيانو مع سينجر ورح يكون فيه مفاجآت ورح يكون فيه جوائز يعني دمشت الفن الرسم مع الموسيقى وهيدي مش اول مرة بتقدميها يعني يمكن بالسيمبوزيوم يلي عملتيه بشبيل كمانة كان فيه موسيقى بس ها زدتي هلا قلت موسيقى ايه بالسيمبوزيوم كان فيه رأس وموسيقى وفاير شو وكتير قصص كان فيه بالسيمبوزيوم كان مثل مهرجان كبير سارة انت عم تاخدي خط لالك بتنظيم هالمعارض تكون هالتشابك بين الفن والموسيقى وبين الرسم والرسم المباشر عم تاخدي خط لالك انت بهالتنظيم؟ صح انا عم بنظم المعارض متل ما انا عم بشوف لانه قبل كان فيه معارض اوكي كانوا بيجيبوا مثلا موسيقى واحد والمعارض حسيتهم بورينج يعني بزحيش انه انسان لازم يجي يكون كأنه جاي ع حفلة انه جاي انت اليوم تحس انه انت اليوم عم تتسقف موسيقيا وفنيا و هيك تاخد الفرح معك عالبيت ودال هال انتباع الحلو عن المعارض هيدا انا الاساسي اللي عم بيخذوا للمعارض والسيمبوزيوم وهيدا شي بيكون يعني متناغن بين الموسيقى او بين الرسم يعني حضور الموسيقى اليوم كم لوحة رح تكون يعني مع سبعين عارض كم لوحة؟ رح يكون اكتر من سبعين لوحة لانه فيه ناس عم بيعرضوا ثلاث لوحات فيه ناس لوحتين فيه ناس لوحة لما حسبنا للاخر لانه لحد اليوم رح يصير بـ 13 ايلول ايلول يعني بعد جامعة اليوم قلتي لي انه السبعين رسام ورسام هن من منتديات مختلفة رح يكونوا مشاركين معك بهالمعارض يس فنانين من كل المنتديات انا دعايت كل المنتديات وكل الفنانين حتى الهيوات يلي حبين ينزلوا اول مرة فيهم ينزلوا سو من كل المختلف المنتديات جايين بس فيه اشخاص فنانين تشكيليين صاروا كأن اسمهم هكي عم بيتكرر معك يعني صاروا بكل المعارض بيكونوا موجودين هيدا شي يعني بيعود لانه صار في عنده الفنان التشكيلي هكي ثقة بالمعرض يلي انت بتنظميه او انت حبيتي اعماله بتصر انه يكون عم بيشارك معك بمعارض جديدة لا صراحة انا ما بصرا حدا بس هني لانه صاروا يعرفوا هاوية المعرض او السيمبوديوم اللي انا عم بنزمه وحبوا التنظيم طبعي سو هني عم بيحكوني وعم بيفوتوا بالمعارض معي وانا كتير مبسوطة لانه نحنا اخر شي كل الفنانين متل عائلة كبيرة وصرنا كتير بنعرف بعض خصوصا انا صرت بعرف اولمست كل الفنانين باللبنان وهيدا الشي حلو انه لما انت بتروح مت رح تعرفوا كل الفنانين وهني بيعرفوك وبيعرفوا شو فيك انت اليوم تقدم لهم ولما الانسان بيعطي من قلبه يعني ما في افادة مادية ورا كل شي انت عم تعملي من كل قلبك بحس انا كل انسان بحس هيدا الشي وبيفضل يكون معك من انه يكون مع الشخص شخص الاقرب طيب اليوم الفنان تشكيلي بدو يشتغل بدو يبيع يعني مش بس انه نحنا عم نعرف على اسم هالفنانة تشكيلي بدو يبيع من خلال هالمعارض يلي عم بتنظميها عم بصير فيه بيع عم بين الناس عم بيشتروا او كمان الازمة الاقتصادية ارخت بثقلة على هالقطاع كمان وروح منشوفه منفر بس نستمتع وانا ونروح اكيد الازمة اثر على الوضع بلبنان بس هلا عم بحس فيه تحصن فيه تحصن ونحنا كمعرض عم نشتغل على الخضور يعني عم ندعي الناس عم ندعي سفرات عم ندعي الناس يلي يمكن يشتروا وكل الفنانين انا عم بدعيهم كمان انه يدعوا ناس يلي بيعرفوا لانو اليوم اذا مدعينا بس عملنا معرض تأجرنا مطرح وحطينا لوحاتنا وبين بعض صورنا وهيك مين بدوا يشتري بدى الشغل هيدا الشي ايه عم نشتغل وحتى عم نارد اللايف لما شي عم بيصير عنا اللايف عم نحطن برة اللبنان تايشوفوا ناس من برة اذا حبوا يشتروا اذا فيه كتير افكار للمستقبل بس شوي شوي عم نشتغل على الموضع من هالافكار هالمطروح عندك او فيه امكانية انه بما انه نظمت كتير معارض بلبنان انه تطلع به هالمعارض مع عدد لا بأس به لانه اذا كان سبعين ما بعف اذا فيه امكانية تطلعوا لبرة لمعارض خارج لبنان هلا فيه فكرة عم بيبرم براسي بصير لشي شهرين انه نعمل معارض برا بس كمان هيدا بدو كتير تحنير لان اليوم انا ما بدي عامل كتور انه انت رايح تور واخد لوحة معك عم تهرد بدنا نتحضر بدو يكون المطرح مميز ولا المعارض وهيدا لازم يكون معارض عم ينعرف بهيدا المطرح يلي عم نعملو بهيدا البلد بس هيدا شي مش سهل انه يكون في محلات موجودة برات لبنان لتنظيم معارض هلا في لبنان انتي نطيتي بسيارتي كسيتين وجيتاك ودقبو بدنا نشتغل على الموضوع انه يروحوا ويستفيدوا من هالراحة وكمانا كمانا بدنا اللي ايه هيدا بدو تحضير اكتر من المعارض بلبنان اليوم سارة منشوف كمانا فيه سفارات بيهتموا بتنظيم هيك نوع من المعارض لفنانين تشكيليين انتي كمانا يعني على تنسي مع سفارات لتنظموا معارض لاهن ما نحاول ما نحاول نفود بس كمانا سفارات انسحبوا كتير من لبنان وورا انه صار فيه كنا عم نحكي عن الموضوع قبل ما بلشوا يقولوا انه السفارات لازم يفلوا من لبنان البعض السفارات تدعي رعاياها ايه هلا ان شاء الله رأي الاوضاع على اجانت يعني على اجانتك هالشي ايه اجانتي في كتير قصص اجانتي في كتير قصص وكمان بلشت عامل انتربيوية مع الفنانين فتحت يوتوب تشانل هيدا مبادرة مني تفرجي الفنانين اللبنان من الصغير للكبير للمشهور ونضوع كل فنان بلبنان وان شاء الله نقدر لانه صار عدد كتير كبير فنانين بلبنان هلا يعني كم فنان تشكيلي فيه تقريبا ما فيني يقلك عن جد كل يوم عم بيطلع فنان جديد بس ليش يعني نحنا يعني فيه كم اسم بيعلقوا بذكرتنا اعمالون انت بين خلال هالمعارض ومتل ما قلتيلي هلا عم تفتحي مجال كمان لهوات يعني مش بس يعني بروفسيونال ناس كمان لهوات ايه انا كتير عم شجع الناس وصراحة انا كان كل السيمبوزيوم اول سيمبوزيوم اللي عملته نزل فيها كتير هوات وكتير تشجعوا هلا حتى نزلوا معي بمعرض بجبال لان حسوا حالهم انه هن قادرين ينزلوا عالارض وانا بشجع كل انسان اللي عم يرسموا عنده هالشغف يرسموا ينزل عالارض ويفرجي لوحاته لانه انت بالبيت اليوم قاعد ما حدا عم بيشوفك اوكي انت عم تبدع بس ما حدا عم بيشوفك بده تكون موجودة بهالاعمال بهالفنان التشكيله الهاوي لكن ما فينا نحط شروط اليوم لانه مثل ما عم بيفرج الوقت يعني انت اليوم فيك تكوني هاوي بس ترسمي لوحة رائعة وفيك تكوني كتير موهوبة وهيك ولوحة مش كتير يعني ما في معيار ما في لا وبعدين في ناس بيحبوا هيدا اللوحة هيدا النوع في ناس بيحبوا هيداك يعني كمان مع الزوق ما فينا نمشي يعني كل واحد عنده زوقه ومريات الهيوات عم بيبيعوا اكتر من الانسان اللي عنده اسم ما بيكون في هيك متل انه يكون في هوات ويكون في ناس محترفين واسمهم معروف جدا بهالمجال هيدا شي ما بيخلق هيك شوية هيك حساسية بين هالمشاركين انه انا معروف اسمي بدي شارك مع حدا هايوي هيدا شي صدفتى به المعارض اللي عمت نظميها صراحة في كم شخص هيك أنه ما كتير بيحبوا يعرضوا مع الهوات بس مع الوقت فهموا إنه لا لازم يكونوا على الأرض مع الكل لأن هيدا شي حلو لما إنسان مبتدئ عم بيتعلم منك كيف أنت عم ترسم خصوصاً على السيمبوزيوم عم بتفرجي التكنيك طبعك كيف أنت عم تشتغل اليوم والإنسان تاني عم بيتعلم منك بالعاكس بالعطى أنا بحس إنه الإنسان بيعلم عم نرجع نشوف هون الفيش Falling for Art اللي رح يصير بي كمان بيعيتات خلينا نشعر لتلتعاش الشهر تلتعاش أيلول من أي ساعة لأي ساعة أربع لساعة تسعة مركز سامي مكارم بيعيتات الثقافي بيعيتات أكتر من خمسين رسام ورسامة من لبنان رح يكونوا عم بيفرجوا هيك أعمالهم خليف لبنان هو العنوان العريض لهال المعرض من بعده صار فيه لا نوو أنت يسموه عم نقول كسافة تحضير لمعارض من أسبوعين أو أسبوع الماضي كنتي بشبيل بالحديقة كمانا كان فيه نظم معارض أندريكا الفايون نظام ونحنا كنا عم نساعده كالجنة بلدية جبال وكان معارض مميز كمان كان فيه رأس ميوزيك كان فيه عنوان عريض لألو بيبلوس ومشاركة كاميرا السام أو فقط لألو كان 128 فنان مشاركين يعني ضيما الأرقام عالي بيكون فيه حلو كتير هل بتسعي أنه قلتي لي لا تعد ولا تحصى أسماء وأعداد الفنانين التشكيليين هل هيك بتطمحي أنه تنظم معرض يضم 200-300 وهي دي شو بدأ إمكانات فنان تشكيلي عم يعرضوا لا يلي عم ينظم 100 فنان فيه ينظم 200 و1000 يمكن أكيد بده مطرح بتصعب عليه أكيد بده شغل زيادة بس أنا عندي هلا مساعدين بالموضوع في شخص بيساعدني بال بيساعدني بال دانيا كويتلي في شخص بيساعدني بالسوشيال ميديا طال العيد وفوتوغرافر إليان أزار سو هول صاروا أربع أشخاص نحن مع بعض يعني أربع أشخاص عم نسق كل شي وأكيد لأنه الإنسان لحاله كتير صعب بس فيه مساعدين بس ملجتي لحالك أول ما ملجتي أكيد بس كمانا حسيت أنه مش غلط أنه يكون عندك مساعدين يعني الفكرة واردة أنه تكبري أكتر بما كان بيقدر يحوي هالأد عدد من الفنانين التشكيليين فإذن الدعوة عامة للمشاركة لحضور هالأمسية سميتيها أمسية أمسية يعني فيها فيها رقم فيها موسيق فيها شو بعد موسيق موسيق مفاجآت مفاجآت لمن المفاجآت؟ لالكل للمشاركين للمشاهدين كمان ومثل ما قلت موسيقى رأس فيها كمان لا لا يوجد رأس فيها بسم موسيقى مفاجآت وفي المعرض من أية ساعة لأية ساعة؟ من ساعة أربعة لساعة تسعة نهار الجمعة 13 سبتمبر فإذن الدعوة عامة أنا بدي أشكريك سارة سرجينكو فنانة تشكيلية أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية لكل هالمجهود وهالصورة الحلوة اللي عم تنقليها لكل العالم عن الفن التشكيلي وعم بتضو متل ما قلت من خلال مقابلتي كمان على يوتيوب عن الفنانين التشكيليين لأنه فعلا بيستحقوا هنه هيكي وش حلو للبنان أهلا وسهلا فيك سارة مرسي بدوني بشكر لأصدقاء المشهدين والمستمعين ياللي تابعوا انترفيو اشتركوا في القناة